حد الوقت عدد المطشات اللي اتلعبت الى الان كابتن خالد كابتن رابع 48 مباراة تم تسجيل فيهم 96 هدف المعدل التهديفي الحمد لله وصل الهدفين يعني وصل الهدفين في كل مباراة اكوهجوم الجزائر 10 اهداف واقوى دفاع الجزائر هدف يعني الجزائر دخل المطش اللي فات بس فيه للأسف امام كودفور دخل هدف رايسن بلحي ادي هو عدد المباراة 48 عدد اهداف 96 معدل التهديفي هدفين اكوه هجوم زي ما انا قلت اللي بعده بقى ان شاء الله اكوهد فاع قولنا الجزائر هدف انا فيكرا مصر ما دخلش فيها غير هدف برضو وتوزيع الزمني للأهداف من الديئة طيب قائمة الهدفين ده اجاله طبعا نيجيلة 3 اهداف ساديوماني سنغال 3 اهداف باكمبو الكنغو 3 اهداف ادم اوناس الجزائر 3 اهداف لسه محدش قصر 3 اهداف لكن عندنا فرصة لأجاله ساديوماني وادم اوناس الجزائر كل دولة التلاتة دول ممكن يعني موجودين لحد الوقت في البطولة تمام طيب التوزيع الزمني للأهداف من الديئة 1 الديئة 15 تسع اهداف من 15 ل30 تسع اهداف من 30 ل45 عشرين هدف من 45 ل60 16 ومن 60 ل75 25 ده اعلى معدل تهديف يا كابتن خالي كابتن رابح من الديئة 60 لديئة 75 25 هدف ومن ديئة 75 ديئة 90 17 هدف الأكثر صناعة للأهداف فرانكيسي من كوديفور 3 اهداف اسلام سليماني جزائر هدفين بابا رحمن غانا هدفين الأكثر تزديدا يوسف نصيري المغرب 15 بغداب بنجاح 14 سيدريك باكامبو جمهورية كونغو 13 الأكثر مراوغات ناجحة ساديو ماني السنغال 16 تريزيجي مصر 15 سوفيان بوفال المغرب 14 الأكثر تدخلا واستخلاص الكور من المنافسين كلبالي من كوديفور وهيلانتي من جنوب أفريقيا 22 13 وولفرد نديدي من نيجيريا 13 أكثر حراس المرمى تصديا شناوي مصر 15 كذابع من ناميبيا 15 إيشي منولا من تنزانيا 14 معيز حسن تونس 14 ومعيز حسن يعني أعتقد عنده فرصة إنه هو يبقى الأكثر لأنه عنده لسه على الأقل مطشين إن شاء الله بإذن الله يبقى قبل النهائي والنهائي طب